يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله ما صحة هذا الدعاء أطال الله عمرك أو أبقاك الله مع أن الأعمار شيء قد فرغ منه ما يتصر على قول أطال الله بقاك أو أطال الله عمرك ولا أطال الله عمرك على الخير أو أطال الله بقاءك على الخير يزود شوي حتى يكون دعا صحيح لأن المقصود من الأعمار هو الأعمال الصالحة ما هو المقصود الطول والقصر المقصود العمل الصالح فيها وخيركم كما في الحديث من طال عمره وحسن عمله ما